علي في مواجهة هذا الارتياح الإسرائيلي من وضع حزب الله كما وصفه أحمد جرادات نقلا عن الموقف الإسرائيلي ماذا تقول أوساط حزب الله بشأن الخطاب المرتقب لحسن نصر الله غدا؟ وإلا ربما الانتباع الذي تحدث عنه الزميل أحمد جرادات وربته للتصعيد اليوم على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بالخطاب المرتقب يوم غد هو متواجد أيضا في لبنان خاصة وأن الأسبوع الماضي قبل يوم واحد من الخطاب كنا نتحدث عن 19 هجوما متزامنا لحزب الله وبالتالي رسالة نارية قبل الرسائل التي أطلقت في الخطاب اليوم أيضا يمكن أن نتحدث عن رسائل من حزب الله طبعا كان هناك عدد كبير من الاستهدافات لا يشبه طبعا الأيام القليلة الماضية ولكن أيضا دعنا نتحدث قليلا عن نوعية هذه الاستهدافات اليوم كانت الاستهدافات منحصرة تقريبا بقوات المشات الإسرائيلية أراد حزب الله إذاء الإسرائيليين بشكل واضح طبعا في الأسبوع القليلة الماضية كان يستهدف حزب الله التجهيزات التقنية والفنية اليوم الاستهداف يطاول العسكريين بشكل مباشر بحسب طبعا البيانات وأيضا نوعية الاستهدافات من حيث الأسلحة إذ أعلن حزب الله بأنه استهدف الإسرائيليين بثلاث مسيرات انتحارية أو كما توصف هنا بالهجومية في المقابل إسرائيل صعدت أيضا استهدفت داخل البلدات الحدودية الجنوبية استهدفت مستشفى الحكومي في ميس الجبل عذرا كان هناك جريح من بين الممردين وأيضا استهدفت المنازل بشكل مباشر إما بالمدفعية الإسرائيلية أو بالمسيرات أو حتى بالغرات الجوية طبعا الجميع يترقب هذه الليلة كيف سترد إسرائيل خاصة وأنه في الأيام القليلة الماضية تحديدا في آخر ثلاثة أيام كانت إسرائيل تشن هجمات واسعة في الليل طبعا سلسلة من الهجمات الصاروخية وأيضا طبعا بالمقاتلات الإسرائيلية التي كان يسمع صد غاراتها إلى مسافات بعيدة اليوم نعى حزب الله سبعة من عناصره لا نعرف حتى هذه اللحظة أين سقطوا بالفعل وإن كانت طبعا البيان تحدث عن أنهم سقطوا على طريق القدس هذا المصطلح تحديدا ربطه أمين عام حزب الله حسن نصر الله بتوافان الأقصى وعملية التوافان الأقصى ولكن في المقابل طبعا صفحات مقربة من حزب الله كانت تقول من حزب الله كانت تقول بأن الشهداء السبعة سقطوا في غارة إسرائيلية على سوريا في الساعات القليلة الماضية الجميع يترقب من هنا بطبيعة الحال ماذا ستكون أو كيف ستكون رسالة أمين عام حزب الله الأعلام الذي يدور في فلك حزب الله يقول بأن الكلمة ستكون تصعيدية خاصة وأنه هذا الإعلام طبعا ربط الهدن الإنسانية التي أعلن عنها في الساعات الماضية في غزة بملف تهجير الفلسطينيين وبالتالي هناك اعتقاد بأن هذه الهدن هي لتسهيل تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه وقد نكون طبعا يوم غد أمام معادلات جديدة في حال طبعا تحقق ما يتحدث عنه إعلام حزب الله وهو الذي يمهد عادة للخطبات السياسية إذن الأوضاع الآن على الحدود سقوط للقذائف قبل قليل في عيت الشعب وتحديدا في خراج عيت الشعب أيضا في الساعة الأخيرة كان هناك استهداف لمنزلين في عيت الشعب من خلفي بصاروخين أطلقت همام مسيرة إسرائيلية في القطاع الغربي كذلك لا تزال القذائف تتساقط على أطراف البلدات واليوم شهدنا أحداث أمنية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والجميع يترقب هذه الليلة كيف ستكون الرد أو الرسالة من إسرائيل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله تحديدا نعم وائل